يعني انتصار مهم جدا لمنتخبنا الوطني لكن شفت التجربة ازاي وهل هو طبعا الجهاز الفني حظه كويس ان البداية في التوقيت الحالي كجهاز فني جديد مع المباراة الرسمية بالشكل ده مع الفرق مش بنفس القوة اللي ممكن نواجهها في البطولات الافريقية لكن الفترة القادمة مع مباراة تونس مع الفترة القادمة ممكن نشوف اداء بالفعل مختلف ولا دي طفر نتيجة الاداء مع فرق بحجم النيجر او اسواتيني فيش شك يا محمد ان هم يعني الجهاز الفني واللعيبة اللي بتاخد فرصة حظها كويس جدا انها بتبدأ مع مباراة زي دي نيجر اسواتيني مباراتين مباراة تونس مش هتكون المقاس الكبير المنتخب التونسي مش في افضل حالاته مش هو المنتخب التونسي اللي كان هازم المنتخب المصري في بداية التصفيات عنده مشاكل كبيرة بيكسب النيجر بهدف على ملعبه بصعوبة وبيكسبها في ملعبها بهدف بصعوبة فبالتالي مش هو ده المنتخب التونسي اللي كان في الفترة اللي فاتف بشكل كبير عندهم مشاكل كبيرة في التيم المنتخب المصري قادر في المباراة الأخيرة يكسب المنتخب التونسي يفنش المجموعة اول المجموعة التحدي يبقى هببان في البطولة الأفريقية نفسها الاتحاد الأفريقي بيهنئ الاتحاد المصري وبيهنئ برضو الاتحاد التونسي بالصعود لسه بعت رسائل تهنئة للمنتخب المصري والشعب المصري والاتحاد الكورة ان شاء الله الفترة جاء محمد تكون الانتصارات ويكون المنتخب المصري على قدر الموعد لأن فيه اعادة تحديث فيه لعبة جديدة فيه جهاز فن جديد كل الدعم للجهاز الفن الجديد كل الدعم لاتحاد الكورة واللعبة في هذا التوقيت للمنتخب المصري بالتوفيق يا رب المنتخبنا خلال الفترة القادمة لكن محتاجين بقى ندخل في حلقتنا بسرعة يوم مقروي